تزداد المخاوف يوما بعد يوم على مصير الديمقراطية في تونس أول من راكب قطار التغيير وآخر من تبقى في ركب الربيع العربي أن تنزلق نحو الدكتاتورية كما حال أخواتها مخاوف يبررها رفض تخلي الرئيس التونسي قيص سعيد عن إجراءاته الاستثنائية التي فرضها وجمد بموجبها السفر وعمل البرلمان رغم مرور أكثر من شهر على هذه الإجراءات الطارئة والتي استند بها إلى المادة 80 من الدستور وفسرها على غير ما فسرها مختصون قانونيون والبرلمان منحل نفسه تشبث تقول صحيفة التايمز البريطانية أنه بدأ يثير موجة من الانتقادات حتى من مؤيدي قرارات سعيد حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن القرارات ذاتها التي حاضيت حينئذ بدعم شعبي هي ذاتها التي بدأت تحفز شعورا بعدم الارتياح من الانزلاق نحو الاستبداد وفي ردود الفعل أدان المقرر الدائم في البرلمان الأوروبي مايك كاهلر الخطوة التي أقدم عليها رئيس التونسي وعدها هجوما على الديمقراطية في تونس في حين اتهمت حركة النهضة سعيد بأنه يجر البلاد بعيدا عن حكم القانون على المقابل لا يزال الرئيس التونسي يطمئن الشارع بأن مؤسسات الدولة تسير بشكل طبيعي مع قراره تمديد الإجراءات الاستثنائية بعد أقل من دقيقة على انتهاء المهلة المحددة في الدستور ورغم تطمينات سعيد تبقى المشكلة في تونس مستمرة حيث لم يكشف الأخير بعد عن خريطة طريق توضح كيفية استعادة الحريات الديمقراطية المعطلة أو خطته لمكافحة فيروس كورونا أو الانهيار الاقتصادي الحاصل ذلك على الرغم من الأصوات الكثيرة التي تطالبه بذلك في حين رد سعيد بأسلوب ساخر على تلك المطالب بالقول إن من يتحدث عن القرائط فليبحث عنها في كتب الجغرافيا تلك الجغرافيا ذاتها التي أوقعت تونس ضحية أخرى من ضحايا تجاذبات إقليمية ودولية تدور رحاها في بلاد الربيع العربي والتي تريد الخلاص والتنمية ترجمة نانسي قنقر